السلام عليكم اهلا بكم في قناة المستر ناردة هنشرح كتاب جيم الترمي التاني سنة اولى سنة والواحدة التاسعة هنشرح جرامر الماضي التام من صفحة 148 صفحة 150 انتظرونا زمن الماضي التام زي ما احنا عارفين من تلتة عددين والماضي التام ده بيكون من ايه من هاد زائد التصريف التالت للفعل لو مش عارف التصريف التالت للفعل في افعال عادية زي مثلا بلاي ده التصريف الاول منه بلاي طيب وتصريف التاني منه بلايد ده الماضي وده التصريف التالت اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة بردك ايه باضافة اي دي للافعال العادية وحفظ الافعال الشز يبقى هنا الماضي التام هكوم من ايه من هاد زائد التصريف التالت للفعل طيب فيه فعل شهز زي مثلا ايه يعني دار منتظم زي give ده تصريف الاول منه المدارع وجive ده تصريف التاني منه وده تصريف التالت اللي هو given ده هنستخدمه مع الماضي التام مثال عندنا ايهاد بلايد تنس فين الماضي التام هاد بلايد طيب لما جي انفي الماضي التام ده هحط نط هنا بعد هاد هتقول ايه بقى لنه في نضع نط بعد هاد الحل اه ايهادنت بلايد تنس النقط ده يعني بيت الجملة عادي طيب النقطة التالتة بقى اللي عندنا النهاردة لما تيجي تحول الماضي التام الى مبنى المجهول مبنى المجهول للماضي التام هتعمل ايه هتجيب المفعول في الاول وبعدين هنجيب هاد وبين والتصريف التالت مثال زي ده ده جملة مبنية للمعلومة عادية يعني فين الفاعل بوليس وهنا المفعول مين ذا كريمينال يعني البوليس ابض على الايه لس عايزة خلاها بقى مبنى المجهول هجيب ذا كريمينال في الاول وبعدين هوا مفعول وبعدين نجيب هاد وبين وتصريف التالت من هاد هي نفسها هاد يبقى الجملة ذا كريمينال هاد بين هاد يعني المجرم تم القبض عليه دي اهتيا اللي تبقى ايه المبنى للمجهول دي خلاص مهم ببقى في كل زمن هو استخداماته يعني ليه انا بستخدم الزمن ده اول نقطة معايا هنا نستخدم الماضي التام للتعبير عن اكتمال حدوث فعل بحلول وقت محدد في الماضي يعني ايه نشوف المثال ده باي لست من دي يعني بحلول ايه الاتنين الماضي ايه اللي حصل ذا بنتر نقاش يعني هاد بنتد ماي هول فلات كان ايه قام بطلاق ايه خلاص تم طلاق الايه الشقة كلها يبقى الطلاق تم بحلول ايه ايه الاتنين الماضي يبقى ده اول استخدام يعبد عن اكتمال حدوث الفعل بحلول وقت محدد اللي هو ايه زي مثل لست من دي كده النقطة التانية في الاستخدامات للتعبير عن اكتمال حدوث فعل قبل فعل اخر يعني فعل اكتمل قبل فعل تاني فالفعل الاكتمل الاول هو اللي حيبقى في الماضي التام نشوف المثال اي فاوند ذاولت انا لقيت المحفظة عند الضماني والفلوس افتر بعد اي هاد لوجد فور ذيم بعد ما دورت عليهم لوقتي طويل يبقى هنا هو الاول ايه اللي تم الاول انه بحس عنهم في كل مكان فدي تحطت في الماضي التام وهاد لوجد طيب واللي تم التاني فاوند ديت في الماضي البسيط ده تاني استخدام الاستخدام التالت اذا وقع حدثان هي متشبهة معلوفية في الماضي فان الحدثا الازي تم اولا يكون زمنه ماضي تام والحادثا الذي تم ثانيا يكون زمنه ماضي بسيط الحدثا الى اول هو اللي يبقى ماضي تام ده في الماضي ماشي الحدثان في الماضي اللي حصل الاول يبقى ماضي تام والتاني ماضي بسيط اي بقى اه يعني انا بعت المنزل which i had bought اللي انا اشتريته last year اللي اشتريته السنة اللي فاتت يبقى هو الاول اشتراه هاتبوت بقى دي ماضي تامها طيب وبعدين بعد كده راح بيعوه دي ماضي بسيط ده اللي تم الاول يبقى روابط بتستخدم مع الماضي التام هنا اول حاجة عندنا افتر يعني ايه بقى افتر ديها معناها بعد والسون از بمجرد ان اللي اتنين دولت نفس القاعدة حيجوا وراهم ماضي تام وجملة تانية ماضي بسيط يربطوا ما بين جملتين اللي بعدهم على طول ماضي تام يعني بيتكون من ايه زي ما قلنا هاد والتصريف التالت طيب قول ماضي البسيط الفعل اخره اي دي للافعال العادية او بنضف له دي لو كان اخره اي او نحفظ الافعال الاي الشزة وحفظ الافعال الشزة طيب افرد افتر ديها جات في النص يعني جات في النص من الجملتين ما جاتش في الاول بردك الجملة اللي وراها هتبقى ماضي تام والجملة اللي قبلها بقى هالي هتبقى ماضي بسيط يعني لو افتر ديها جات كده في النص من الجملتين الجملة اللي بعدها هتبقى ايه ماضي تام والجملة اللي قبلها هتبقى ماضي بسيط نفس الكلام ينطبق على ايه نشوف المثال after بعد جاد في الاول he had finished his homework بعد ما خلص واجبه he slept رح نايم هنا had finished بعد after يبقى مضي تام على طولها و slept دي مضي بسيط اها فعل ايه الفعل غير منتظم اللي هو اصله sleep ده فعل اشاز بنحفظه النقطة اللي بعد كده ودي مهمة برضك جدا ايه بقى لما يكون مفيش فارج زمني ما بين الحدسين هيجي وراء after اللي اتنين هيبقوا مضي بسيط يعني افتر كده جملتين هيبقوا مضي بسيط حضرتك لسه اللي اقول جملة مضي تام لا في النقطة دي بقى اللي اتنين هيبقوا مضي بسيط لو ما فيش فارج زمني ما بين الحدسين ما بين الفعلين ازاي بعد ما خلصوا الحديث بتاعهم they immediately went their homes فروحهم منازلهم عادوا للمنزل جملة الاولى finished ده زمن ماضي بسيط وجملة التانية went برضك ماضي بسيط الجملتين ماضي بسيط حتى امأكد لي بكلمة ايه immediately في الحال فدي ايه داتني ايه انهو عند عدم وجود فارج زمني بين الحدسين يأتي بعد افتر الجملتين هيبقوا ماضي بسيط وبردك زيها السون از في الحالة دي السون از my father called me ومجرد ان بابايا نده علي ماضي بسيطة هي جملة التانية ايه i answered him at once ردت عليه في الحال حتى اكيد لبردك بقى at once ان ايه ما فيش فارج زمني دي ماضي بسيط ودي ماضي بسيط كمان في عندنا before وبيضة time بردك دولة ايه روابط بمعنى ايه قبلها يربطوا من جملتين الاول هتبقى ماضي على طول والجملة التانية ماضي تام طيب لو before دي جات في النص او بيضة time لو before جات في نص الكلام في نص الجملتين هتبقى اللي قبلها بردك ماضي تام واللي بعدها ماضي بسيط اذا انت ايه رحست اللي ثابت على طول وراهم بعد before وبيضة time ماضي بسيط جمف الاول وراهم ماضي بسيط جمف النص وراهم ماضي بسيط الجملة التانية هي اللي بتتغير بقى تبقى ماضي تام لو معنى الكلام كده بيقولك هنا before we watch TV قبل ما نشاهد التلفزيون دي ماضي بسيطة ها تمام we have done our homework عملنا الواجب دي ماضي تام لو انت اصلا مركز شوية هتعرف على طول ان اللي تم الاول هو فين في الماضي التام اهو قول قبل ما نتفرج على التلفزيون خلصنا الواجب خلصنا الواجب الاول وبعدين تفرجنا طب لو جات في النص هو خلص عمله قبل ما يساعد ايه قبل ما يساعد اخوه يبقى اللي تم الاول انه ايه خلص عمله جات في النص بفور او بايزة تايم تيجي قبلها ماضي تامة و جملة التانية ماضي بسيط هيلبت بردك من الروابط هتدل على الماضي التام until وتل معناهم حتى بيجوا في النص ما بين الجملتين و جملة اللي قبلهم ماضي بسيط من فيه و جملة اللي بعدهم ماضي تام نشوف اول مثال we didn't watch tv ما تفرجناش على التلفزيون until حتى we had done our homework حتى عملنا الواجب عملنا الواجب الاول وبعد كده تفرجنا على التلفزيون until في النص هنا و جاء قبلها ايه بقى قبلها ماضي بسيط من في didn't watch طيب والجملة التانية اللي بعدها دي ماضي تام had done تمام طيب نشوف المثال التاني the house wasn't cleaned المنزل لم يتم تنظيفه until I had done it myself حتى انا ايه اللي نضفته بنفسي until في النص و قبلها ماضي بسيط من في هتقول لي مفيش didn't مهما فيها wasn't تبقى مبنى للمجهول للماضي البسيط بردك والجملة التانية had done ده تصريف تالت اهوات اللي هو had وتصريف التالت done ماضي تام ده يعني ده ماضي تام طيب المثال التاني هاني refused to come هاني رفض يجي until I had found him حتى انا اتصالت بيه يعني مجاش لما اتصالت بيه هتقول لي مفيش هنا نافية هو معنى الجملة مد نافية refused رفض هي اصلا هاني didn't to come تسويها بردك في المعنى المثال الرابع they couldn't go out مقدروش يخرجهم until their father had arrived حتى باباهم وصل هي until ها في النص وبعدها ماضي تام had arrived وقابلها ماضي بسيط من في اللي هي could الماضي من ايه من كان لكن خلي بالك ان فيه could تانية بتاعت الطلب المهزب دي مش تبقى ما يبقاش معناها ماضي ما تدلش على الايه الماضي ايه كمان ثلاث روابط بيدلوا على الماضي التام بربطوا ما بين جملتين الجملة الاولى بعديهم هتبقى ماضي تام والجملة التانية هتبقى ايه ماضي بسيط ايه بقى no sooner than hardly win scarcely win دول معناهم لم يكت حتى هم سهلين بس نبص بعد نركز حبا كده الجملة الاولى هتبقى ماضي تام بس no sooner بقى ايه هتجي مكانا بعد هاد وقبل التصريف التالت يعني no sooner او hardly او scarcely هما نفس القعدة هايجوا ما بين هاد والتصريف التالت في الجملة الاولانية يعني هايجي فاعل الاول او فاعل he وهذا هي وبعدين ايه no sooner او hardly or scarcely وبعد كده خلصت بالجملة الاولى هنحط في الجملة التانية than لو كان معنا no sooner وييجي وراها ماضي بسيط اهو he traveled abroad لكن لو hardly or scarcely بتاخد ايه في الجملة التانية قبل الجملة التانية win يعني هنا بقول في المثال ده he had no sooner complete his studies يعني يأكد يكمل دراسته than he traveled abroad حتى سفر الايه الخارج المثال التاني i had hardly or scarcely both my needs لم أكد اشتري احتياجاتي win i went home حتى روحت مراوح الايه المنزل يبقى الجملة الاولانية هايجي ماضي تام had تصرفي التالت والجملة التانية اه اه ادات الرابط ايه اللي مع scarcely او hardly win ديت وبعدها ماضي بسيط win الكلام ده لو جاءت ايه no sonar او hard or scarcely بعد هاد افرد بقى بدأنا بهم الجملة بدأنا بايه no sonar او hard or scarcely ممكن يبدأوا الجملة بس الجملة بقى هنا في الحالة دي هتكون على شكل ايه على شكل استفهام يعني هنقول هنقدم هاد يعني نقدم هاد على الفاعل يبقى no sonar وبعدين هاد والفاعل تمام وتصرفي التالت وبقيت الجملة زي ما عملنا فوق بقى than وماضي بسيط ونفس الكلام انطبق على hardly وسكرسلي عنو شوفها ازاي دي جات بقى المثال هنا نوسونر جات في الاول في الحالة دي عملنا ايه شكل سؤال قدمنا هاد نوسونر هاد ميدو come home than he began to do his homework لم يكد يصل المنزل حتى بدأ ايه يعمل الواجب خلاص قدمنا ايه قدمنا هاد ها تمام والفاعل ميدو وتصرفي التالت ايه come هو فعل غير منتظم than بقى 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 الجملة عادي زي ما عملنا في الاول ماضي بسيط نفس الكلام لو بدأنا بhardly او scarcely قدمنا هاد ايه بhardly او scarcely هاد هي watch tv لما يكد تفرج ع التلفزيون وين هي وين تتوبد حتى رح ينام يبقى الاول اتفرج ع التلفزيون بعد كده رح نام ايه ماضي تام بس قدمنا هنا هاد ع الفعل هي وتصرف التالت watch وين هنا بقى في النص وراها ايه ماضي بسيط في حاجة كمان ممكن نجيب no sooner او hardly او scarcely اللي يبدأ بها في الجملة في الاول ونعمل الجملة عشكل استفهام بس نجيب فعل مساعد did خلاص اهو ويبقى did وفاعل وبعدين مصدر no sooner did i see the accident than i called the police بردك الحدثين ايه ورا بعد على طول ها عشان كده خليهم الاتنين ايه ماضي بسيط فعل مساعد did وفاعل i وفعل في المصدر هو ايه c هتقول مصدر ليه عشان جيب نا did فيه تركيبة تانية بردك بتدل على الماضي التام دي ودي it was only when وراهم ماضي تام وجملة التانية فهنبدأ بايه نبدأ بذات وبعدين ماضي بسيط دي معنى افطر يعني هي كده قريبة من افطر خلاص و it was not until وبعدين ماضي تام وذات والجملة التانية ايه ماضي ايه بسيط نفس المثال حتى عمله بافطر وقالك حوله ايه على نفس the game بعد ما لعب اللعبة بتاعته هي went home روح المنزل هنا افطر وراه ماضي تام وجملة التانية ايه went ماضي بسيط نفس المثال عمله بايه it was only when وجاب ماضي تام وبعدين بدل القمع دي الفصلة دي حط ذات وايه جاب الجملة التانية ونفس اللي تحت ها دي نفس ايه المعنى احفظها على كده احفظت على ايه على التركيبة بتاعتها دي قعدة ون دي بقى اللي حيارت الناس كتير خالص طب انا هقول لك على نصيحة فيها تفهم معناها الاول ونت هتحل ها صح ازاي لان ون ديت ممكن يجي وراء ماضي تام وراء ماضي بسيط او نيعكس ماضي بسيط ابسك مثال ده اتخلي بالك معاه في ده مثال ده لما انا وصلت المحطة القطر مش يبقى هنا بس انا وصلت الاول وبعدين القطر مش يبقى انا لحقته عشان كده كتب لك في الاخر ايه اي قوت ات يبقى دي ايه لحقت ايه لحقت الكتار صح يبقى انا ركبت في القطر في الحالة دي لان انا اه وصولي تم الاول قبل ما القطر يمشي يبقى هنا اتحط ماضي تم وبعدين هنا ماضي بسيط عشوف المثال اللي بعده العكس ده ماضي بسيط اه لما وصلت المحطة كان القطر مش يبقى ايه يبقى انا مالحقت القطر في الحالة دي ايه ايه مزدقت فاتن القطر صح يبقى دي ايه فاته الكطار صح فهنا اللي تم الاول ايه ان القطر ايه مش فهنا هو وصل بعدي عشان كده وان دي حسب المعنى وبردك مع الايه الاتنين ماضي بسيط لو الايه الحدثين المتتلئين ورا بعديهم حسب المعنى برضك نشوف اذا لم يأتي بعدهما فاعل يعني على طول كده افتر او بفور لو جيه وراهم على طول فاعل نحط فيه اين جي على طول فاعل ازاي يعني يعني مفيش هنا ولا اي ولا هي ولا علي ولا سهة ولا كده من دي المسال ده افتر دوينج على طول جيه وراه فاعل انضف على طول اين جي بقى شبه جملة زي ما تقوله في العربي بعد عمل شغل المنزل منا راح اتمتفرج على التلفزيون طيب مثال تاني كمل دراسته قبل ما يدخل التجنيد جيه رافع على طول اضاف له اين جي التركيبة دي بقى اللي جات لنا فين في الاسئلة اللي حلينا عليها كذا واحدة لما يجي having تمام ويجي وراها تصريف ايه تصريف تالت تيجي having في بداية الجملة ويجي وراها تصريف تالت تيجي الجملة التانية ماضي بسيط دي مجرد اختصار تسوف المعنى after يعني ازاي ادي having ها وبعدين وراها ايه تصريف تالت اللي هو ايه done having done my homework تمام يجي ماضي بسيط هنا خلاص يبقى النقطة الرابعة عندنا هنا شوف المثال ده هتلاحظ after good dark ده ماضي بسيط بعد ما دينا ده المت we came back inside فايه دخلنا يعني المنزل هنا دي بردك ماضي بسيط فبيقول لي هنا ممكن بعد الرابط الزمنية اللي هي ايه الرابط الزمنية after before اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية وين جملتين يبقوا ماضي بسيط لو كان ايه ترتيب الاحداث منطقي بعد ما دينا دخلنا المنزل او الفرق الزمن بينهم بسيط اهو يبقى he arrived before we sat down to eat ووصل قبل ما احنا ناكل فهنا ده ماضي بسيط ودي ماضي بسيط يبقى يمكن استخدام الماضي البسيط في الجملتين معدوات الربط الزمنية اللي after before وين وكده اذا كان ترتيب الحدثين منطقيا او الفرق الزمني بينهم ايه بسيط طيب النقطة رقم خمسة لو عندك تلات افعال في الجملة تلات افعال هنعمل ايه بقى لابد ان يوضع الحدث الاجدم في زمن الماضي التام اكتشفت او وجدت دات ساموان هادي stolen my money شخص ما سرق فلوسي ها تلات افعال رجع دي ماضي بسيط فاون دي اكتشف ماضي بسيط ان حد سرق فلوسه دي ماضي تام بقى لان دي ايه السرقة تمت قبل ما يرجع ويكتشف اتفهمت تلات افعال او الاجدم ماضي حتى في الماضي التام اخ حاجة نقطة رقم 6 كلمة اون دي يجي وراها الفعل فيه ان تحل محل ايه وين لما يجي وراها جملة كاملة يعني ازاي بقول هنا وين اي مت ماي فرين عندما قابلت صديقي دي جملة كاملة بعد ايه بعد وين فاعل وفاعل اللي حصل اين ونجيب الفعل الاصل دا ومت دا بس نزود له اين جي ونرجع المصدر ونحط له ايه اين جي هنا كده بنتها فيديو النهاردة وانتظرون في فيديوهات قديمة السلام عليكم ورحمة الله